موسيقى ليس هو هاهنا لأنه قاب هذه كانت رسالة الملاك أن المسيح حي أهلا أحبائنا مشاهدينا في هذه الحلقة سنتكلم عن موضوع حقا قام الموضوع بيتعلق بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات خليني في المقدمة أقول أنه قيامة المسيح تعتبر أهم حدث في تاريخ البشرية ولد المسيح بمعجزة الميلاد العذراوي وقام أيضا قام من الأموات بمعجزة خارقة القيامة تجعل المسيحية متفردة متميزة عن سائر الأديان لأن المسيحية وحدها تنادي أن مؤسسها حي قام من الأموات وما زلنا نسمع صدى صوت الملائكة ليس هو هاهنا لأنه قام كما قال هلما أنظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه فطبعا القبر كان فارغ من الجسد القيامة هي معجزة المعجزات بل هي تاج معجزات يسوع المسيح القيامة هي حجر الزاوية للإنجيل وهي أساس إيماننا المسيحي وهي القلعة الحصينة التي لا تخترق لرسالتنا وإرساليتنا إرسالية التلاميذ طبعا بل تؤكد أيضا على الصدق ودعوة ومصداقية المسيح كذلك تؤكد على الصدق ودعوة ومصداقية التلاميذ أيضا كل إنسان خلق من التراب وإلى التراب يعود أما المسيح كلمة الله جاء من السماء وارتفع أيضا بعد القيامة إلى المجد بعد ما أكمل طبعا رسالته فالمسيح هو الحق ليقضي على كل باطل وانتصر الحق من خلال القيامة المسيح هو النور الحقيقي وانتصر النور على كل ظلام فالقيامة هي الحجة على صدق نبوة يسوع المسيح القيامة هي البرهان على أن ذبيحة المسيح قد قبلت بالكامل حقا قام أحباء المشاهدين ابقوا معي حتى أستكمل هذا الحديث بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة حقا قام أهلا أحباء المشاهدين مرة تانية في كل مكان بحييك في اسم الرب يسوع المسيح وبهذه المناسبة أريد أن أحيي جميع طبعا الذين يشاهدوننا أريد أن أقول المسيح حيي المسيح قام حقا قام ولأحبائنا حسب التقويم الشرقي الأرتودوكسي كل عام وأنتم بألف خير أحبائي المسيح قام ولكن قبل أن أتحدث عن قيامة يسوع المسيح المسيح حقيقة مات حقيقة مات وابتدأت أحبائي من يوم الخميس عندما جاءوا إلى بستان جدسيماني وهناك خان يهود الإسخريوتي وباع سيد يسوع المسيح وطبعا قادوا يسوع المسيح مرورا في وادي قدرون صعودا إلى جبل صهيون في مكان يدعى بيت قيافة واليوم الكنيسة تسمى كنيسة صياح الديق وين بطرس أنكر سيده يسوع المسيح هذه المحاكمة تسمى المحاكمة الدينية كانت أمام حنان وقيافة وكانت أيضا أمام مجمع السنهادرين وهذه المحاكمة كانت مهزلة المحاكم لأنه وجهوا تهم باطلة ضد الرب يسوع وأقاموا شهود زور وأخيرا طبعا سألوا يسوع هل أنت ابن الله وأقر المسيح أنه ابن الله وخلال المحاكمة أحباء وخلال مسيرته كانوا بيلطموا وبيلكموا وبيضربوا على وجهه وبيضربوا كان في القصبة وغير الجل وبعد هذه المحاكمة وضع المسيح في الجب الأسفل حتى صباح يوم الجمعة باكرا أخدوه إلى قيافة للمحكمة المدنية وفي هذه المحكمة حاول بيلطوس عدة مرات أن ينقذ المسيح ولكن كل محاولاته باءت في الفشل وأخيرا غسل يديه وقال بريء من دم هذا الصديق أو هذا البار وقالوا اليهود دمه علينا وعلى أولادنا وبيلطوس جلد المسيح الجلد الروماني خطير جدا وكثير من الذين يجلدون يموتون تحت هذا الجلد فالصوت الروماني عبارة عن قطع من العظم الحاد أو قطع حديدية حادة وكانوا بيربطوا الجسد يعني بيكون عمود علو متر أو متر وعشرة سنطي والجسد بيكون معرّة والضرب بيكون مبرّح بلا عدد فكل ضرب كان طبعا تضرب أو تغرز في الجلد فكانت تتفجر الشرايين والأوعية الدموية لدرجة أن الجسد تشوه وبعد الجلد وضع إكليل الشوك على رأس يسوع ثم صار المسيح في طريق الآلام في أورشليم وفي طريق الآلام يسمى فيا ديلاروسا طريق الصلب موجود حتى يومنا هذا وفي هذا الأسبوع بيحتفلوا بيسموها درب الصليب 14 مرحلة 9 خارج كنيسة القيامة وآخر 5 حدثت في كنيسة القيامة وبرضو هذا طبعا السير وهو حامل صليب ثقيل جدا وزنوا حوالي 30 كيلو جرام على الجسد المشوه والمجرح فتخيل كم من الآلام المبرحة اللي عانى منها يسوع المسيح ثم أخذوه خارج أصوار أورشليم عند موقع يسمى جلجلة أو جمجمة أو جلجثة وهذا الموقع كان معروف للناس في تلك الأيام تل صغيرة توقع أو تقع على مفترق طرق على قارعة الطريق لأن كل من يمر يرى طبعا حالة الصلب ولكي يشوه من صورة يسوع صلبوه مع مجرمين وكان الصلب مؤلم جدا إذ سمروا يدي ورجلي يسوع المسيح ووضعوه على الصليب معلق بين السماء والأرض وهذا العذاب يعتبر من أشد العذابات في تلك الأيام وطبعا الشخص المسلوب بيكون يعني بموت من خلال الإخطناق لأنه بحاول يستوعب كمية أكسوجين ولكن بيضطر أنه يرفع رجليه إلى فوق وهذا بيزيد من ألام في رجليه عند الصلب فبيأخذ النفس بعاود جسمه بيهبط وهكذا ولكن لأنه المسيح تقلم كثيرا ويتواجه كل أنواع العذابات أخيرا أحبائي مات المسيح في الوقت المعين وحتى يتأكدوا من موت المسيح واحد من الجند الروماني طعن جنب يسوع المسيح بالحربة فخرج دم وماء وهذا علامة واضحة جدا أنه المسيح مات مش مجرد غيبوبة ولا أي مجرد يعني محاولات أخرى كما يضعي البعض فالمسيح صلب أمام مئات وألاف من الشهود وهذه الحادثة معروفة تاريخيا ومشهود لها أمام الجميع مثل ما ذكرت في الحلقة اللي مضت إن إنكار صلب المسيح كما ينكر وجود الشمس في السماء وأنا أرثي لحال الناس التي تنكر صلب المسيح كما قلت في الحلقة الماضية إن يسوع قال لبوترس واحد من تلاميذه أبعد عني يا شيطان أو كما قال بولوس الرسول سماهم أعداء الصليب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله فإذن المسيح مات فعلا وحقيقة واحد من تلاميذ المسيح بالسر اسمه يوسف الرامي وأنا أنذهل كشخص عشت وسكنت في الأراضي المقدسة وسكنت ست سنين في القدس وانزهلت من التفاصيل الدقيقة جدا لصلب وقيامة يسوع المسيح بيتكلم عن المكان بيتكلم عن الزمان بيتكلم عن الحدث بيتكلم عن الموقع ليس فقط لتتميم النبوات ولكن فعلا حقيقة المسيح مات وإن كان البعض مازال يشك في هذا الموضوع يوسف الرامي طلب إذن من بيلاتوس حتى ينزل جسد المسيح قبل دخول السبت وعندما أقول قبل دخول السبت فالرزنامة اليهودية بتختلف عن أي رزنامة إذا قرأنا في الكتاب المقدس أو في التقاليد اليهودية أو في التلمود إذا ساعة واحدة من اليوم كانت تحسب يوما كاملا والسبت أو دخول السبت هو يبتدئ من يوم الجمعة بعد الظهر عند المغيب ألاحظ كان موت المسيح بمعاد تقدمة ذبائح أو ذبيحة الفصح فالمسيح فصحنة وفعلا حتى نتأكد من الموضوع يوسف الرامي وواحد من تلميذ المسيح كان خفية ولكن جاء علنا اسمه نيقوديموس جاء بحنوط كثيرة وكتان ليكفنوا يسوع المسيح وعندما أقول يكفنوا جسد يسوع يختلف عن طبعا الطحنيط المصري اللي كانت طريقة معقدة جدا جدا من ناحية طبية حتى يومنا هذا باستخدام المصحيك وكانوا طبعا بيخرجوا كل الأمعاء الداخلية بيحطوها في أوعية خاصة ولكن هذا موضوع آخر الكفن اليهود هو عبارة بكل بساطة عن كتان بلفوا جسد المسيح وبيحطوا أو بيضعوا الحنوط على جسد المسيح حتى تعطي الرائحة الزكية العاطرة نحن نتذكر أن مريم أخت العازر ومريم قامت بتكفين جسد المسيح قبل موت المسيح ثم جاء نيقو ديموس معا كمية هائلة جدا من الحنوط على الأقل 30 كيلو وهذه الحنوط أحبائي بنزلوا الجسد وطبعا بالتأكيد قائد الرماني فحص أنه المسيح مات وعلى فكرة لألا نظن أنه إحنا أزكى من الناس كانت الشعوب القديمة المصرية أو الرومانية في غاية الزكاء والآيكيو تبعهم مرتفع جدا غير عنا في هذه الأيام عادة بيغسلوا الجسد وكل الأمر عم بتم بسرعة فائقة قبل طبعا دخول السبب وبهذه الحالة طبعا بيحطوا الكتان بيلفوا جسد يسوع المسيح ثم بيحطوا الحنوط وبيلفوا مرة تانية وهذه الحنوط بتيبس أو يعني بتكون طبقة من الكتان مع الحنوط تصبح قوية جدا وهذه طبعا كافية لأنه تقتل أي شخص إذا بعده ما زال على قيد الحياة ثم طبعا رأس يسوع المسيح كان ملفوف بالمنديل بحسب عادات اليهود ثم أحبائي بسرعة أخذوه إلى القبر قبر جديد منحوت من الصخر في بستان وضح يعني التفاصيل الدقيقة ووضعوا الجسد وطبعا الرومان بناء على طلب اليهود جاءوا ووضعوا حجر ضخم جدا هذا الحجر حتى يغلقوا القبر وبعد إغلاق القبر وضع الختم الروماني والختم الروماني لا يكسر ومع الختم الروماني وضعوا حراس فالمسيح مات فعلا وفي صباح الأحد الباكر جاءت النساء حتى تكمل الواجبات وعم بيتساءلوا مين ممكن يدحرج الحجر غير عالمات إنه الرومان حطوا حرس وختم روماني ولكن الملاك دحرج الحجر وقام المسيح من الأموات وكما كانت رسائل الملائكة في ميلاد المسيح هكذا كانت رسائل الملائكة في قيامة المسيح ليس هو هاهنا لكنه قام ابقوا معي أحبائي سأستكمل حديث بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحبائنا مشاهدين مرة تانية حقا قام يسوع قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور قيامة يسوع المسيح تعتبر من أهم الأحداث أحبائي القيامة تؤكد ثلاث حقائق مهمة جدا علينا أن ندركها أولا القيامة تؤكد وتثبت على وجود الله ثانيا القيامة تؤكد عصمة الكتاب المقدس ثالثا القيامة تبرهن بل أعلنت عن لهوت المسيح وهذه الثلاث أمور أحبائي مهمة جدا وجود الله لهوت المسيح وعصمة الكتاب المقدس وعلى هذا الأساس تبنى أو يبنى الإيمان المسيحي خليني أبتدي أولا بالنقطة الأولى القيامة تؤكد على وجود الله الحقيقي بل واحدة من أعظم الإثباتات على وجود الله وطبعا يعني في إثباتات كثيرة جدا أنا مش هتكلم عن الخمس إثباتات اللي اتكلم عنها اللهوتي العظيم توماس أكوينس اللي بتأكد وجود الله أو حقيقة وجود الله ولكن دعني أقول أحبائي القيامة واحدة من أهم الإثباتات بل أعظم الإثباتات على وجود الله الحقيقي وليس فقط وجود الله بل أنه يتفاعل مع الإنسان ويتواصل مع شعبه وأن الله مش بعيد الله قريب وأنه حي وأن الله هو الحق المطلق والمحبة الكاملة والنور الحقيقي القيامة تعتبر أحبائي معجزة والمعجزة هي من كلمة إعجاز إعجاز يعني لا أحد يستطيع أن يقوم بها إلا الله وحده فالمسيح هو الذي أقام نفسه وهو يتخصص فقط في هذا الموضوع طبعاً مثل ما ذكرت في الماضي في أربع معجزات خارقة تتعلق في حياة يسوع المسيح أولاً تجسد الكلمة أن المسيح جاء من السماء وولد من عذراء بمعجزة الشيء الثاني القيامة من الموت وهزيمة القبر فإذن هذه معجزات تجسد الكلمة القيامة من الموت والشيء الثالث أحبائي الصعود يعني الرجوع إلى نفس المكان حيث كان يسوع الصعود إلى السماء لأنه استحال أن تمسك به أي جاذبية أو أي قوانين طبعية فهو خالق كل القوانين ثم أحباء الحدث الرابع اللي حتمياً سوف يحدث عن قريب رجوع أو مجيء المسيح ثانية هذه الأربع معجزات تجسد الكلمة قيامة المسيح صعود المسيح ومجيء المسيح ثانية لا يتخصص بها إلا الله وحده وهذا إن دل على شيء بدل على وجود الله ثم الشيء الآخر في هذا الموضوع كيف للموت أن يمسك برئيس الحياة فالمسيح هو رئيس الحياة بل هو رئيس الإيمان بل هو أيضاً رئيس خلاصنا إن تجسد المسيح بمعجزة حياته الأخلاقية وكماله معجزة بل شيء طبيعي على المسيح القادر على كل الشيء والعالم بكل شيء أن يقوم بما تعجز عنه الأنبياء وكل البشرية ألم يفتح المسيح عيون العمي بل خلق عينان جديدتان للمولود أعمى في يحنم 9 أقام الموت بل خلق وأحيى جسد العازر الذي أنتن بعد أربعة أيام لقد طرد المسيح الشياطين وهذه القوة لا تستطيع أي قوة أخرى أن تضحضها إلا قوة الله وحده ثم طهر البرس عند لمس البرس لم يتنجس بل طهروا بطهارة المسيح وبقوته بل شفى كل أنواع المرضى حول الماء إلى نبيذ الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة صار إليه لون وصار إليه طعم وصار إليه رائحة اتغيرت العناصر ومن يستطيع أن يغير العناصر سوى الله وحده لقد أشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين ومن يستطيع أن يخلق إلا الله وحده ثم أحبائي لقد مشى المسيح على الماء فلا توجد أو لا يوجد قانون جاذبية يمسك بيسوع المسيح بل مشى على الماء السائل ثم أحبائي أمر العواصف أن تهدأ إلى درجة أنهم تعجبوا من هذا فإن الرياح والعواصف تطيع أيضا الرب يسوع المسيح ولكن أهم ما في الموضوع لقد أقام المسيح نفسه من بين الأموات وهذه المعجزة تبقى واضحة أمام الجميع ومش بس أقام نفسه من بين الأموات بل ظهر للتلاميذ لمدة أربعين يوم مش بس ظهر للتلاميذ بل دخل العلية والأبواب مغلقة وهذا بشهادة شهود عيان بل صعد إلى السماء أمام شهود كثيرين نعم أحبائي إنها إثبات على وجود الله وأن الله بكلمة هو الحافظ والمهيمن على كل شيء وله السيادة والسلطان الكامل على كل شيء فهذه القيامة تؤكد على وجود الله ثانيا أحبائي القيامة القيامة تؤكد على عصمة الكتاب المقدس إن تفاصيل الصلب وتفاصيل القيامة لو أخذتها إلى محكمة لا تندهش من كم البراهين وكم الإثباتات وأن الكتاب المقدس يسير حول محور واحد هو الفداء الكامل بواسطة موت يسوع المسيح وقيامته من بين الأموات القيامة المجيدة لقد أكدت بكل وضوح الهدف الذي جاء من أجله يسوع من سفر التكوين إصحاح ثلاثة والآية خمسة عشر الذي سيأتي من نسل المرأة ويسحق رأس الحية على الصليب وكل النبوات التي قيلت عن يسوع المسيح في أزمنة مختلفة ومن أنبياء كثيرون سواء داود قبل ألف سنة أو إشعياء سبعمائة سنة وأنبياء كثيرون من العهد القديم وصواء الرموز من خلال الذبائح التي تمت في شخص يسوع المسيح ثم ماذا عن رسالة الملاك يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم ثم ماذا عن رسالة يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم بل يسوع المسيح نفسه قالها مرارا وتكرارا أنه سيأتي وأنه يعني سيذهب إلى أورشليم يسلم إلى رؤساء الكهنة وأنه سيصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم واتكلم يعني حتى قبل الحدث وجه نفسه أو وجهه إلى أورشليم نحو الصليب في أورشليم في الوقت المعين وفي الوقت المحدد في عيد فصح اليهود نعم أحبائي قيامة المسيح أكدت أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها الحية الباقية إلى الأبد التي لن ولا تتغير ولن تتبدل وأن كل مخطط الله صار بإحكام تام وبتناغم وإنسجام كامل أحبائي نعم كل هذا المخطط تم في ربنا يسوع المسيح لأن الله وحده يعرف البداية من النهاية شيء ثالث القيامة تؤكد بل تبرهن على لهوت يسوع المسيح ولا يسعني على أن أتكلم على مئات الأدلة سواء من البشائر المقدسة في الإنجيل المقدس سواء من الرسائل التي تبرهن وتؤكد بكل مصداقية وبكل أمانة لهوت يسوع المسيح اسمع ما يقول الكتاب المقدس وتعين يعني تبرهن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يعني القيامة من الأموات كان البرهان والدليل الصاطع أنه تبرهن يسوع اللهوت ابن الله أي ذات الله كلمة الله يسوع المسيح أحبائي لاحظ الكلام ربنا ربنا كلمة رب لا تقال إلا على الله روميا 1 إصحاح 4 فيلبي إصحاح 2 بلخص كل الحدث في بضع آيات في إصحاح 2 من آية 5 الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف لاحظ الكلام ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله ألم يقل الكتاب في العهد القديم حي أن الرب ستجث لي كل ركبة وهنا أحباء بيتكلم عن الرب يسوع المسيح إن لم يكن إله فكيف يقوم من الأموات اسمع ما يقول الرسول بولوس في تمثاوس الأول أسحح 3 والآية 16 وبالإجماع وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح طراء لملائكة كرز به بين الأمم أومن به في العالم لاحظ الكلام رفع في المجد رفع في المجد واحد من أعظم الشهادات تومة واحد من تلميذ المسيح الذي لم يصدق إلا إن وضع إصبعه فعندما رأى المسيح قال ربي وإلهي أحبائي بما إن المسيح قام بالجسد وظهر في الجسد هو تأكيد على طبيعة المسيح الإنسانية الكاملة وعلى كمال اللهوت المطلق هو الكامل طبعا بل أكدت على كل تصريحات المسيح أنها صادقة مثلا عندما قال أنا هو الطريق والحق والحياة لو لم يقم من الأموات هذا الادعاء يكون باطل أو عندما قال أنا هو خبز الحياة فلو لم يقم المسيح لأصبح هذا الادعاء باطل أو عندما قال يسوع أنا هو القيامة والحياة لو لم يقم المسيح من الأموات لأصبح هذا الادعاء باطل فالمسيح أحبائي مكتوب عنه فيه كانت الحياة بل هو رئيس الحياة وهو غذاء الحياة وهو نبع وأصل الحياة بل هو حياة الحياة ذاتها أحبائي إن عقيدة القيامة هي أساس العهد الجديد وتصور معي أن القيامة ذكرت مئة وأربع مرات في العهد الجديد لقد تنبأ يسوع أنه سيموت ويقوم في اليوم الثالث وفعلا مات وفعلا قام وهذا يدل على مصداقية دعوة يسوع المسيح وعلى أساس معجزة القيامة تثبت أو تثبت كل المعجزات فالقيامة هي انتصار الحياة على الموت وهي نصرة وقوة المسيح المنتصر وأصلي أن هذه النصرة تختبرها اليوم في حياتك ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير المترجم للقناة أهلا أحباء مشاهدينا حقا قام وقبل ما أواصل حديثي في هذا الموضوع الهام خلينا أخذ أكم مكالمة خلينا أبتدي مع يستينيا أهلا وسهلا أخت يستينيا من شمال أفريقيا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك حضرت القسيس أهلين تفضل أخت يستينيا حبيت أسلم أقول سلام المسيح لجميع الموجودين وأسلم على الطاقم اللي قائم على البنامج ربنا ونبتدي أمين شكرا لك ونبتدي بنقول قام المسيح حقا قام ونحن شهود على قيامته طوبة للي آمنوا ولم يعروا أمين أمين أما بالقيامة المسيح وموت المسيح وقيامته من بين الأموات فهو انتصار لأن الإله هو فقط اللي يحيي الأموات مين اللي أحيي الأموات يسوع المسيح وحده نعم هو اللي أقام العازة من بين الأموات بعد أن أنتن ثلاث أيام هو لم ينتن لأن جسده لم يرى فسادا ولكن انتصر فعلا قام بالجسد الجديد نعم يعني أحياء الموت هي من صفات الله وهذا الدليل أن الله هو يسوع المسيح أكيد شكرا كتير يا أخت يستينا يعني مداخلة قصيرة ولكن قوية جدا جدا والدليل أنه غيرت حياتك وأصبحت عابرة إلى يسوع المسيح ربنا يباركك ربنا يحميك كمان خليني أخد مكالمة تانية الأخ زكريا من المغرب أهلا وسهلا أخ زكريا انت معانا على الهوى أهلا وسهلا بس النجاح أهلا وسهلا فيك حبيبي ارفع صوتك شوي أخ زكريا شكرا 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 على برنامج لك نار فكنا النار وزال ضع إسلام البشرية الجميع في هذه الأيام هناك موضوع هناك أمرأة أرمالة أنقذت حياتي من المسيح المأكود في المغرب ولمما سألت عنها قالوا لي أن أصبحت أرمالة وجود وتوفيد نتيجة تلقي لقاح كورونا المميت في المغرب لأن العديد من الناس ماتوا بسبب لقاح كورونا والآن هي تسكن في كوخ أي للسقوط وشاقها ويعني أن تساعدها تجمع لها تضروعات يعني عينيات أموات حملة إنسانية لإنقاذها وشاء لها منزل أو أي شخص يتبرع لها منصبلك بمنزل سواء داخل المغرب أو خارج المغرب يعني هذه حالة مئوس منها لأن سألت عنها فقالوا لأن صارت أرمالة وهي الآن لا أكل ولا غيف ولا خبز ولا زيز والسقر داخل يعني حالة مئوسة أخ زكريا أخ زكريا أنا رح أحطك أحطك عشان عاوز تترك التفاصيل مع شخص من المصلين والمرشدين وبكل سرور يعني نصلي من أجل هذه الأرملة ولكن من فضلك يعني إحكي هذه التفاصيل لشخص يعني رح يكون معاك فأنا رح أحطك ومن فضلك يعني اللي كلمتني فيه كلم أحد المرشدين وطبعا بالتأكيد هو رح يساعد كان الأخ زكريا والأخ زكريا من شمال أفريقيا مؤمن بالرب يسوع واتصل عدة مرات فينا وطبعا إذا كان فيه عضو بيتقلم فجميع الأعضاء بتتقلم وطبعا اللي بيسمعونا من شمال أفريقيا اللي بيعرف الأخ زكريا خلينا نوقف مع هذه الأرملة اللي تكلم عنها ربنا يباركك يا أخ زكريا خلينا أخذ كمان مكالمة أبو مهند من الأردن أهلا وسهلا أبو مهند مساء خير مساء الخيرات أهلا وسهلا نحية محبة للأخ شهين شكرا أبو مهند المسيح المسيح بالحقيقة دقاء قام حقا قام لديك أقول كيف يقام الأموات يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا وردت في كورونتس الأولى خمستاش خمسة وثلاثين واربا واربين كلمتي تقول كيف يمكن لجسم الإنسان أن يقام أن العقل والمنطق البشري يرفضان أي فكرة الحرفية قيامة أجسادنا وبالرغم من ذلك فإن كلمة وإلن لنا أنها حقيقة مجيدة أننا لا نفهم كيف يمكن لمجرد حبة من الحنطة أو أحد البواقع أن تفرغ شكل نبتة رائعة ولا كيف مصيلة صغيرة تنتج زهرة جميلة أن هذا ما يحدث أماء عيوننا كل يوم والله الذي خلقنا على هذه الشهلة يجد أي اعق أو مشكلة في إعطائنا جزء جسم بعانيا ويقيمنا من الأمواد لأن قيام النسيح هي برء من الوعد وقيامتنا نحن هي الزهرة الكاملة وأجمل تحية لحبيبي نظار شهين شكرا كتير أبو مهند كالعادي دايما يعني تعليقاتك جميلة ومفيدة ربنا يباركك وربنا يعطيك الصحة أبو مهند ربنا يشددك ويقويك شكرا جزيلا فإذا أحبائي القيامة هو أساس إيماننا المسيحي أساس العهد الجديد خليني في هذه المرحلة من هذا الوقت أتكلم عن الأدلة الأدلة على قيامة المسيح طبعا بصراحة الوقت لا يسع لأنه توجد أدلة تاريخية وأدلة منطقية وأدلة سيكولوجية وأدلة كتابية وأدلة روحية أدلة من خارج الكتاب ومن داخل الكتاب وكلها تثبت حقيقة قيامة يسوع المسيح من بين الأموات كل هذه اللي تكلمت عنها الأدلة تثبت عدة أمور أول شيء تثبت واحد الولادة من عذراء شيء تاني تثبت عصمة المسيح شيء تالت تثبت قدرة المسيح الفائقة على كل شيء رابعا تثبت أن المسيح هو رئيس بل مصدر الحياة ثم تثبت بما أنه رئيس الحياة فهو رئيس أيضا الخلاص ومكمل هذا الخلاص ثم أحبائي تثبت أنه القادر أن يحيي الموت وأن يخلق بكلمة فهو يسوع المسيح ثم من ناحية أخرى تثبت عدالة الله فكل الموضوع يعني حتى يرضي العدالة الإلهية وإلا من يستطيع أن ينقذ الإنسان الخاطئ وأيضا شيء آخر تثبت علم المسيح الغير محدود خليني أرجع للأدلة أو بعض الأدلة والبراهين على قيامة المسيح أول برهان القبر الفارغ القبر كان خالي من أي عظام الأموات يعني حتى يحنى لما ركد للقبر في يحنى عشرين وشاب القبر فارغ والأكفان موضوع يعني الجسد انسل رأى وآمن فالسؤال أين الجسد وأين الحجر ومن دحرج الحجر وأين ذهب الحراس الروماني أسئلة كلها تحتاج إلى أجوبة فإذا القبر فارغ شيء ثاني شهادة الملائكة على أن القبر الفارغ كما شهدت الملائكة مش بس في القيامة لولادة المسيح وهذه الشهادة مش بالخفاء هذه الشهادة بالطبع كانت أمام شهود عين شيء ثالث تعتبر واحدة من أقوى الشهادات هي ظهرات المسيح بالجسد ليس مثل الأساطير القديمة أو معجزات تحدث بالخفاء أو بالليل أو بالسر وبيتكلموا عنها وكأنها تصبح حقيقة نحن نتكلم عن قيامة وظهورات كانت عديدة جدا ومتكررة لمدة أربعين يوم في أورشليم في عمواس عند بحيرة طبرية على جبل الزيتون وهكذا على جبل عالي في الجليل مكتوب في أعمال الرسل الصحاح الأول وآية ثلاثة الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله هذا دليل قوي جدا جدا ظهورات المسيح ثم أحبائي شهود عيان رأوا المسيح بل حتى رأاه أكثر من خمسمائة شخص دفعة واحدة أو مرة واحدة بحسب كورنتس الأولى إصحاح خمس تعش ظهور المسيح للتلاميذ ظهور لاستفانس عند الاستشهاد ظهور اللي شاول الترصوصة اللي هو بولوس الرسول بل الأعجب من كل هذا في ظهورات المسيح أشخاص اتحدثوا معه مع يسوع المسيح بعد القيامة بحالاتهم النفسية المختلفة مثل مريم المجدلية مثل تومة واحد من تلاميذ المسيح أو تلميذي عمواس اللي كان عابسين ولكن لما ظهر يسوع اختلفت كل الموازين وكل الأمور والأغرب كمان من هذا أنه حتى بعد القيام وهذا أنا بالنسبة لي دليل مهم جدا 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 قوي حتى حتى بعد القيامة كثير من التلاميذ كان يملأهم الشك وعدم التصديق والحيرة مما يدل على الصدق الوحي فاضطر رب يسوع تعالوا جسوني جسد لحم وعظم يعني مش مجرد خيال أو أو روح فإذا كل هذه الحالات مهمة جدا شهادة الكفن المقدس لا توجد بالكفن أي آثار التلف أو التحلل أو البقايا على الجسد واضح أنه جسد المسيح في اليوم الثالث في القيام انسل من الكفن يعني لو سرقوا الجسد مثل ما ادعى اليهود كان بيعبثوا فيه أو بيخدوه مع الكفن ولكن كان مثل ما هو الكفن بس طلع الجسد من الكفن بطريقة عجيبة كما لم يمسك الموت من يسوع أو الجدران المغلقة لم تحجز دخول المسيح ليروه التلاميذ ثم الشيء الغريب كمان المنديل الملفوف كان ملفوف مطوي يعني موضوع جانبا وهذا طبعا دليل مهم جدا الكفن احباء مثل محكيد هو عبارة عن اقمشة وعطور يعني حتى تحافظ على يعني رائحة الجسد و حتى هذه العطور ممكن وزنه يقتل الانسان وجد الكفن في القبر الجديد المنحوط في الصخر قبر يوسف الرامي وكما يقول الكتاب اللي قدم هذه الحنوط هو يوسف الرامي خلينا اتكلم عن شهادة اخرى تغيير التلاميذ والتحول 180 درجة بالحقيقة رأوا المسيح حيا امامهم تخيل واحد مصلوب صلب على الصليب في اليوم الثالث عم بيظهر للتلاميذ حي امامهم وعندما امتلأوا من الروح القدس تحرروا من الخوف والفشل تحرروا من الشكوك وعدم التصديق صار عندهم الايمان واليقين صار عندهم الجرأة والشجاعة لم يستطع احد ان يقف امامهم لا عواصف الاضطهاد ولا حتى بطش الرمان وخلال سنوات قليلة بقوة المحبة وصلت رسالتهم الى ثلاث قرات وغزت كل الارض شهادة نمرة سبعة ماذا عن صمت الاعداء وين اليهود يقولوا الجسد هنا او هناك ماذا عن اضطهاد الرؤساء رؤساء الدين مثل القيافة اللي اضطهد يسوع واضطهد استفانوس واضطهد شاول الترصوس ويعقوب اخو يحن بصراحة لم يستطيعوا ان يقدموا دليلا واحدا لعدم اثبات القيامة بل حاولت اليهود والرومان ان يقمعوا رسالة التلاميذ لكنهم فشلوا لانها كانت مؤيدة من الله بالآيات التابعة والمعجزات الخارقة قبل قبل اكمل حابب اخد مكالمة من ام احمد اهلا وسهلا ام احمد ات معانا على الهوى اهلا اهلا يا اسيس زي حضرتك المسيح اهلا 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 كل عام انت بخير كل سنة وانت طيبين مباركة المسيح معاك اهلا اهلا ربنا يباركك اهلا بيك انا احب ابدأ كلامي بان المسيح قال انا هو القيامة والحياة هو ربط القيامة بالحياة يعني ان لم تكن القيامة لم تكن لنا حياة فانا بشكر مديونة لي لانه اعطاني الحياة المسيح لما قام اقامني انا كمان اقامني انا كمان من الظلمة من الخطايا من كل شيء واداني حياة زي ما هو قام من الموت وده بس مش اثباتا لانه هو اللهوت يعني مش اثباتا بس ان المسيح هو الله لا بالعكس ده كمان بيأكد ان المسيح هو الله واني اثباتا لنبوات العهد القديم اللي قالت ان المسيح هيتصلب ويتألم ويقوم في اليوم الثالث فانا مش ادري افكر ازاي الناس مش بتصدق يعني ارجعوا للتاريخ وارجعوا كل ده عشان مكتوب بس في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن اشبها لهم طيب مين الاله الظالم اللي هيشبه شخص بشخص آخر وياخد الظلم من هنا يوقع على هنا عضرة مريم تتفرج على ابنها وهو مش ابنها ده واحد شبه ويخلي التلامين بأصحابه ويتفرجوا عليه وهو بيتصلب ويتقلمه وهو مش هو ويحزنه ويتقلمه فأي منطق بيقول الكلام أنا طبعا فخورة بإذن السيد المسيح امين أمين أخت أم أحمد أنا بشكرك من كل قلبي وعلى هذه المداخلة أنا ذكرت اللي ما بده يصدق الموت أو قيامة يسوع المسيح الرب يسوع قال وإن قام واحد من الأنبياء مش حيصدقه علاج العمل الروحي هو نور المسيح بعمل روح الله القدس خلينا أكمل في أدلة أخرى واحدة من الدلائل القوية أحبائي تخصيص يوم الأحد للعبادة بدلا من يوم السب وهذا طبعا دليل تاريخي مهم جدا بل أصبحوا يحتفلون بعيد القيامة يعني على فكرة ما كانوا يحتفلوا بالكريسماس كانوا يحتفلوا بالقيامة بل أصبحت تحية المسيحية المسيح قام والرد طبعا بالحقيقة أو حقا قام شيء آخر دليل آخر وجود كنيسة مسيحية والنمو الهائل والثمر المتكاثر هذا تأكيد لنبوة المسيح بإرسال الروح القدس وأيضا أنه يبني كنيسته وتخيل أحبائي في أقل من 25 سنة لا سيف ولا حرب ولا إغواء ولا إغراء ولا وعود بل استشهاد أموت لكن بقلب مليان محبة وصلت الرسالة إلى كل أنحاء العالم القديم بقوة المحبة شيء آخر العهد الجديد عندما نقول عهد الجديد هو أصلا حصيلة القيامة بسبب القيامة أصبحت مركز ومحور عقيدتنا وأساس إيماننا لأن كل الأديان الأخرى بالدور حول شرائع تقوس فرائد نوميس حول تعليم المؤسس لكن المسيحية تتمحور حول شخصها المسيح الحي القادر أن يصنع معجز التغيير الآن في حياتك دليل آخر نمرة عشرة شجاعة التلاميذ كيف حصلوا على هذه الشجاعة أمام الوحوش والنيران التي التهمت أشهدهم بل كانوا صرورهم عظيمة جدا للشهادة والاستشهاد من أجل المسيح بفرح هنا نرى نزاهة التلاميذ وانتشار المسيحية مثل تغيير شاول سبب كبير وطبعا كان إثبات لتفوق وكمال يسوع المسيح ثم ماذا عن شهادة علماء اليهود قيامة المسيح أحباء مرتبطة بالفداء لا لا فداء بدون قيامة ولا قيامة بدون فداء إن قيامة المسيح وقيامة المؤمنين مرتبطتان ببعض إما تثبتان معا أو تسقطان معا وهذا مهم جدا أحبائي وأكتفي طبعا بهذا القدر في هذه الحلقة ولكن خلينا أقول في النهاية أكتبس آية من رمية عشرة لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص قال يسوع إن حي وأنتم ستحيون فالسؤال من تتبع نبي ميت أو شخص حي هزم الموت وإعطانا رجاء القيامة ورجاء الحياء الأبدية أننا سنكون معه كل حين إن آمنا في شخص المبارك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر